اشتركوا في القناة اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين والمشاهدين برحمتك يا رب العالمين قال الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب أجزل الله له الأجر والثواب برسالة أرسلها إلى عبدالله بن سحيم مطوع أهل المجمعة قال في تكملتها أما المالكية فقال الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع روى البخاري عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال الله أكبر هذا كما قال بن إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة يقصدها الناس وينوطون بها الخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين التقليد دائماً يؤدي بأصحابه إلى الهاوية فهؤلاء أرادوا يقلدوا الذين قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني للمشركين المشركون ينوطون أسلحتهم بالشجرة تبركاً بها فهؤلاء لم يعلموا بمقاصد المشركين فوقعوا ما وقعوا فيه بسبب الجهل وإلا لو أنهم عرفوا أصل هذه المقالة لتجنبوها نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله أما المالكية فقال الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع نعم الطرطوشي معروف نهل السنة وهو عالم جليل نعم أحسن الله إليكم روى البخاري عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم نعم للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقونها بها ولم يعلم المسلمون السبب في هذا ولهذا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فهذا بسبب الجهل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فهذا من باب التقليد تقليد مع الجهل وإلا لو علموا الغرض من مقالة المشركين وعمل المشركين لما وقعوا في هذه المقالة فنحن نورئهم من المقصد السيء ولكن الجهل كما يقال داء قاتل نعم أحسن الله قال وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال الله أكبر هذا كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة نعم أنكر عليهم أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم ولم يعذرهم بالجهل أنكر عليهم هذه المقالة لأنها تخل بعقيدة التوحيد فهذا يدل على أن من قال مثل هذه المقالة أنه يبين له الأصل فيها حتى يتجنبها ولا يقع فيها هنا أحسن الله إليه قال كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم قال الشيخ رحمه الله لتركبن سنن من كان قبلكم جاء بلفظ الحديث جاء بلفظ الحديث ليحذر من مثل هذه المقالة نعم أحسن الله فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة يقصدها الناس وينوطون بها الخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها نعم يقول الشيخ رحمه الله انظروا أينما وجدتم سدرة تعلق بها الناس ولو كانوا جهالا لا يعذروا بالجهل في مثل هذا فاقطعوها إذا كان يفعلون بهذه الشجرة مثل فعل بني إسرائيل بني إسرائيل أقطعوها نعم أحسن الله وقال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ نعم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بدأ الإسلام بدأ الإسلام غريبا والغريب هو الذي لا يعرفه كثير من الناس هذا هو الغريب الغريب هو الذي لا يعرفه كثير من الناس فأينما وجدتم سدرة يتعلقوا بها الناس تبركا بها فاقطعوها لأن هذا من الشرك نعم أحسن الله قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ قال فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس نعم قال صلى الله عليه وسلم طوبى وطوبى كلمة طيبة تطلق على الجنة طوبى للغرباء الذين يصلحون من هم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس فهذا فهذا تحذير من الشيخ رحمه الله عن مثل هذا العمل وإن كان عن جهل فإن الشرك لا يعذر فيه بالجهل نعم أحسن الله إليك ومعنى هذا لما جاء بالإسلام فكان الرجل إذا أسلم في قبيلته غريبا مستخفيا بإسلامه قد جفاه العشيرة فهو بينهم أن يتعلم أيضا نعم قال فكان الرجل إذا أسلم في قبيلته غريبا مستخفيا بإسلامه قد جفاه العشيرة فهو بينهم ذليل خائف نعم هذه حالتهم في حالة ضعف الإسلام أن المسلم يعيش بينهم ذليلا خائفا على دينه خائفا على دينه فهذا في التحذير من البقاء على الجهل وأن المسلم يجب عليه أن يتعلم حقيدة التوحيد ثم يعود غريبا لكثرة الأهواء المضلة والمذاهب المختلفة حتى يبقى أهل الحق غرباء في الناس لقلتهم وخوفهم على أنفسهم نعم هذا معنى الغريب الغريب هو الذي يعيش بين جماعات جاهلة لا تعرف معنى الإسلام فهو غريب بينهم ويخشى عليه من القتل يخشى عليه من القتل بينهم فهذا فيه التحذير من الجهل والحث على تعلم التوحيد جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ونفع الله بشيخنا الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وجعل ما كتبه وقرره في ميزان حسناته يوم القيامة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين